ملعب أولمبي في جنوب محافظة بابل أصبح مهدداً بالانهاري نتيجة الإهمال الحكومي والذي طاله منذ سنوات عديدة هذه المشاهد تعود لملعب الهاشمية الأولمبي شيدة قبل أكثر من عشر سنوات ليصبح بحالة مزرية كما يعد مهدداً بالسقوط لتتعالى دعوات المواطنين المطالبة بإنقاذ ما تمقى من الملعب احنا هذا الملعب متهالك منذ يعني اثناء السنة وهو المتنفس الوحيد محافظة بابل وهي تشوف الوضعية الملعب قدامك واحنا ما عدنا متنفس غيره والملعب متهالك وواقع ناشط طبعاً رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة مثل ما بنى عادة تأهيل ملعب الشعب يعيد تأهيل ملعب نادل هاشمية رياضيون طالبوا أجهات الحكومية بظلرات عادة تأهيل الملعب والذي مثلوا وجهة المحافظة كما يتدرب على هذا الملعب أكثر من نادر رياضي مشارك في دور دراجة الأولى الأراقي والدور الممتاز على الرغم من سوء الوضاعي فيه ملعب حرامات نشاهده بهذه الطريقة المزرية الصراحة يعني يحتاج لإهتمام من قبل المسؤولين على الرياضة في محافظة بابل بالأخص بجنوب بابل ملعب يعتبر واجهة محافظة بابل يعني نادر القاسم يمثل محافظة بأكملها وبالإضافة إلى نادر جوهرة نادر متحتية نادر جوهرة درجة أولى نادر متحتية درجة ثانية فيعني هو يعني مثلا محط أنظار جميع المحافظات ويستمر إهمال القطاع الرياضي في بابل رغم مناشدات عديدة أطلقها المؤتنون في المحافظة مطالبين الجهات المعنية بوضع حلول لمعالجة الملعب الرياضية أحسن العوادي واني نيوز بابل